اهلا بحضراتكم من جديد خبر توب نيوز بس خبر من العيار الثقيل ليه خبر ممكن يهم كل انديت مصر واي نادي عنده مشاكل في الاتحاد الدولي وقضايا وملفات عديدة جدا اول امس صدر قرار وخطاب من رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي ايفان خرخي بلاسيو هذا الخطاب موجه للامين العام للفيفا ماتيس قال له ايه لجنة الانضباط اللجنة التأديبية يعني بتعلق كل القضايا وبتختر الامين العام للاتحاد الدولي اول ما تقرأ العنوان ايه ده هو ايه اللي حصل لجنة الانضباط في الفيفا علقت كل القضايا مرة واحدة الموضوع عايز اقول لكم خلال الثلاث اربع ايام الماضية كانت فيه مش اقول مشاكل بس ملفات مهمة جدا جوه الاتحاد الدولي بتتناقش بسبب قرار صدر من محكمة العدل الاوروبية ومحكمة العدل الاوروبية هتصدر او هيصدر منها قرار بيتعلق بنص المادة 17 من نظام اوضاع وانتقالات اللاعبين القرار اللي هيصدر من محكمة العدل ممكن يؤثر على قرارات صدرت سابقا او قضايا بتتناقش حاليا او قرارات ستصدر من الفيفا ضد اللاعبين وضد اندية مستقبلا لذلك خبر الانفراد اللي معنا على الشاشة لجنة الانضباط في الفيفا علقت كل القضايا اللي تنظرها دلوقتي وبلغت الامين العام للاتحاد الدولي ليه بقى؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه الموضوع في حكم صادر عن محكمة العدل الاوروبية اتابع للاتحاد الاوروبي قضايا على الشاشة اهو الحكم ده في مشاورات عالمية بشأن تغييرات محتملة على لوائح الفيفا بس تحديدا في المادة 17 من نظام اوضاع وانتقالات اللاعبين ورئيس اللجنة الانضباط في الفيفا اتخذ القرار ده بصفته وبلغ بالامين العام ليه بقى؟ قال يتم تعليق كافة التدابير المؤقتة او التالية مؤقتا اعتبارا من الان بشأن قضامكم على الشاشة هو اي اجراءات تأديبية ضد اللاعبين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة لهم بناء على المادة 17 من نظام اوضاع وانتقالات اللاعبين يعني اي اجراءات ضد اللاعبة نتيجة لعيف فسخ عقده لعبي يطالب بمستحقات من ندي الاضيات دي تعلقت مش هتاخد فيها قرار دلوقتي اي اجراءات تأديبية ضد المدربين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة بناء على المادة 6 الملحق 2 من اوضاع وانتقالات اللاعبين يعني اي اجراء تأديبي صدر ضد مدرب نتيجة انه مشي في فترة الحماية فسخ عقده من طرف واحد مثلا خد كل مستحقاته ومشي قبل ما يكمل مدة تعاقده كل القضايا دي وقفت دلوقتي مش هتاخد فيها قرار ثلاثة اي اجراءات تأديبية ضد الاندية على اساس المسئولية التضامنية المنصوص عليها في المادة 17 يعني حتى كمان لو فيه اندية متضامنة في سادات مستحقات لاعبين القضية دي معلقة دلوقتي مش هتاخد فيها قرار تشمل الحالات المسكورة اللي انا قلتها التلاتة اللي فاتت اللي صدر فيها قرار لاحق من لجنة الاندباط بعد قرار المحكمة الرياضية يعني اي حالة من اللي فاتت دول صدر فيها قرار من لجنة الاندباط بعد قرار المحكمة الرياضية تم تعليقها تم تعليقها واخيرا تم اختار الامين العام للاتحاد الدولي لتنفيذ هذه الاقافات المؤقتة كلام مهم جدا متعلق بقى فسح عقود مدرب فسخ بدون سبب لعب ميشي بدون ما يكمل تعاقده بدون سبب أندية متضمنة في سداد مستحقات لعبين قصة كبيرة قلب الدنيا في أوروبا والناس هنا مش وغدة بالها فعموما زي ما انت شايفين على الشاشة ده خبر خاص على شاشة قناة الأهلي بخطاب رسمي معايا نسخة منه من رئيس لجنة الانتباط في الفيفا بلغ بيه الأمين العام في خطاب مؤرخ بتاريخ أول أمس 25 نوفمبر الخطاب ده صدر بالزبط بعد نهاية كونجرس المحاميين اللي عقد الأسبوع اللي فات وتم اختار كافة المحاميين اللي شغالين في كافة القضايا أمام الفيفا ان فيه قرار هيصدق من رئيس لجنة الانتباط إيفان خورخي بلاسيو وسيتم اختار الأمين العام وبالتالي خلال الساعات اللي جاية الاختار ده هيجي الكافة الاتحادات وعلى رأسها بالتأكيد الاتحاد المصري يعني أي نادي مصري أي نادي عربي عنده مشاكل في الإطار ده تبقى لنص المادة 17 تحديدا القضية ده معلقة مش هزور فيها قرار لغاية لما يتم المشاورات بعد قرار محكمة العبد الأوروبية بعد سنة بعد سنتين انت وحزك وانت ونصيبك ولو في نادي بقى عنده مشاكل كتيرة زي دي حظه حلو هيقعد فيها فترة يعني لغاية لما تتحل القصة دي وبدأوا يشوفوا إيه اللي هيتطبق في اللوايح وإيه اللي مش هيتطبق إيه اللي اتغير وإيه اللي مش هيتغير طيب ده خبر مهم جدا كان لازم النهاردة نحطه معنا في فقرة طوب نيورس